قرية بوعلي لا تبعد عن مركز دائرة الرحوية بتيارت بأكثر من كيلومترين لكن معاناة السكان تبدو كأنها بعيدة عن نظر المسؤولين فأزمة السكان خانقة هذا القرية تكون من خمسين ساكان الحد الآن راه خمسة سبعة في السكنة راه في ميتين واحد ولا ثلثمائة واحد ولا الشاب الحد الآن يستفد من الساكان أطفال القرية ممنوعون من اللعب فالقرية محاصرة من كل الجوانب بالسياج سناديق القمامة التي جلبتها السلطات لا تفرخها بانتظام فتزيد مخلفاتها في تدخول البيئة خطر الطريق المار بالقرية وانعدام الممهلات والنقل المدرسي صداع آخر الشباب الزراري صغر من سنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة المسافة يتمشى وزوج كيلومتر يقطعوا الطريق الوطني لحد الآن البشر يتحقوا المدرس تحم لكن رانا خايفين من السيارات ومشاحنات يبقى الأمل في استهاد السلطات لتهيئة القرية وتمكين السكان من ترميم بيوتهم أو منحهم بناءات جديدة ترجمة نانسي قنقر